المصري بيفوز على بيراميز واحد سفر لتصدر البطولة زمارك بيفوز على المحلة في المحلة اربعة وقف بس شوية بقى شوية بس سيكة كده يعني سيكة صغنونة يعني مين مدارب غازل المحلة؟ أيوة كابتن أحمد عيد عبد الملك راجل زمال كاوي عظيم وراجل محترم وراجل لعب للمنتخب ولعب للحدود ومدارب من المداربين الكويسين يعني طيب إيه اللي حصل في أول ديه طرد لعب من غازل المحلة وهو طرد مستحق أنا اللي بقول لحضركة وهو طرد مستحق المباراة غيرت تماما بأتوان سايد جيم وزمالك هدفين فهدفين بس أربعة صف أنا عايز بقى أقول وأسأل لو أنه مدرب فريق غازل المحلة هو مثلا كابتن محمد يوسف وكانوا بيلعبوا النادي الأهلي وخسروا النتيجة دي كنا سمعنا إيه بقى وتقال إيه والحدودة بقت عاملة إزاي حد يقول لي حد يوضح لي يعني لكن هو الراجل مدرب حيعمل إيه بيلعب من أول ديه ناقص واحد فرقته ومش فحلته على فكرة عشرة قدام حداشر ما نسمحش بهذه النتيجة الكبيرة يعني خالص لكن الزمالك كان كويس وقدة وكان عندهم روح واستغلوا النقص العدد وكسب أربعة هلالنهار دا بقى أطلع زي الناس اللي الخي بقول لك أحمد عيد ومدرب أصلا من الزمالك وساب للزمالك والقصة إيه الكلام دا إيه الكلام دا أكيد كان نفسه يعمل مطش كويس وأكيد 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 لكنه حالة طرد في أول ديه حالة لعبت الزمالك كانت كويسة حالة لعبته ما كانتش كويسة والدليل إنه لم يصل إلى مرمى الزمالك طوال المباراة فأنا بس بقول للناس إيه بالعقل كده شوية وبالحنية شايدين يتمشي بشكل كويس لما فتحت ملف التحكيم كمان هرجع تاني وأقوله هو بوضوح أنا من أشد المؤيدين لكابتن ياسر عبد الرقوف من أشد المؤيدين وبقول لكم إنه كابتن ياسر وكابتن توفيق وكابتن تامر ذري ناس محترمة جدا جدا وكويسين جدا لكنه واضح إنه الأمر في مصر أصبح يستدعي وجود خبير أجنبي للتحكيم الموضوع اتحسن خلاص يعني وخبير أجنبي على مستوى عالي عايز تجمع حضراتك بينه وبين الكابتن ياسر كالتحاد كرة يعمل اللي إنت عايزه استواضح إنه خلاص كل الطرق تؤدي إلى خبير تحكيم أجنبي يكون موجود في مصر بس أنت عايز بقى خبير تحكيم أجنبي بجد يعني واحد ما يعودش على المكتب يقود يخطط ويعمل له واحد إيه يعني مش عايز أقول إيه مخضرم تقول كلمة صعبة مخضرم واحد متودك واحد قوي واحد عنده شخصية واحد عنده رؤية يبقى موجود وما أكثرهم على فكرة عشان تبقى عارفين يعني ويريد بقى إنه مع بداية عمل اتحاد الكرة أولا يشوف يستفيد إزاي من كابتن ياسر عبد الرؤوف ولجنته لأنه الناس محترمة حتى لو كانت هناك أخطاء بتحدث وده عادي جدا وعلى فكرة الأخطاء كمان بتبقى من شخصية الحكام نفسهم يعني يجي لك مثلا حكم إيه والله العظيم ما قصدي حاجة حكم مش عارف اللوايح يعني إيه آه مش مذاكر القانون فيه حكم مش مذاكريني القانون فيه حكم بيخطوه في تطبيق القانون زي ما حدث مبارح مثلا وزي ما حصل قبل كده وزي ما هيحصل بعد كده فيه حكم بيخطوه في تطبيق القانون فيجي لك هذا الحكام هو بيسيء لللجنة كلها من أولها إلى آخرة يعني مبارح محمد الحنفي صفر هدف والمساعدة ده هدف والرابع أكد هدف الراجل بتاع الفار هو اللي جابه فلما بيروح ويرجع هنا بقى بتحصل حدوطة والقصة والليلة يعني فالعايز أقوله أنه موضوع الخبير الأجنبي للتحكيم أصبح لا مفر منه ويبدو أن المهندسة أنا بريدة مجاهز اللي أنا عرفته قبل كده أنه كان ناوي يجيب كلنا ويجيب بوساكة ويجيب الأسماع العظيمة دي كلها تحاضر ويعودوا الفترات يعني يعودوا أسبوع في مصر يحاضروا يتابعوا مباراة وواواواوا لكن ما يتردد الآن أنه لا ده هما خلاص اتفقوا نهائيا مع عهد خبراء التحكيم سواء كان انجليزي أو ألماني لإدارة ملف التحكيم في مصر أتمنى أنه هذا الأمر يحدث دي نقطة